وعن ملف مكافحة إعافة المخدرات ينضب إلينا داخل الستوديو المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة حياك الله سيادة اللواء سيادة اللواء أولا نتحدث عن ملف مكافحة إرهاب هذا الملف الشائك المعقد هناك اتفاقيات دولية وقعها العراق مع دول معنية بهذا الملف أي مكافحة المخدرات أبرز هذه الاتفاقات أبرز هذه الدول التي وقع العراق معها اتفاقيات بمجال مكافحة الإرهاب يعني هو باعتبار الجرائم هناك بعض الجرائم لها طبيعة وخصوصية أنه جرائم عابرة للحدود عابرة للوطنية كجرائم الاتجار بالبشر والإرهاب جرائم المخدرات هناك مجموعات محلية تتفق وتأتي بالمواد المخدرة من مجموعات دولية إقليمية لذلك هذا الموضوع مهم جدا لما تعمل علي الدولة في داخل البلد عليها أن يكون لها معلومات ويكون لها تعاون دولي وثيق إذا ما وضعنا في نظر الاعتبار أن الدول المجاورة أيضا تعاني نفس المشكلة وهي مشكلة المخدرات لذلك هنا كان الاهتمام مشترك ولذلك العراق لما طلب توقيع مذكرات تفاهم وجد الأرضية خصبة ووجد هناك تفهم لهذا الموضوع ورغبة بصدد تبادل وتناقل المعلومات والبيانات وهكذا جرى توقيع اتفاقيات ثنائية مع كل دول الجوار وكان آخرها المؤتمر بغداد الإقليمي الدولي المهم الذي ضم عشر دول في المنطقة جمهورية مصر العربية ولبنان إضافة إلى دول جوار العراق وهذا المؤتمر خلص إلى نتائج وتوصيات مهمة جدا الآن يجري تفعيلها على وجه الواقع وكان هناك ضباط ارتباط مع كل هذه الدول من ضمن المقررات أن يكون هناك تناقل للبيانات والمعلومات بحق الأشخاص الذين يكون لهم تجارة دولية بحق الأشخاص قبل كانت حينما تمسك مجموعة تنوي التصدير أو الاستيراد من دولة أخرى يجري العمل فقط في هذه الدولة الآن يجري التعاون يعني هناك عصابة مسكت في بلد معين تنوي تصدير هذه البضاعة إلى لبنان الآن يجري تناقل هذه البيانات من دول الأشخاص التي سيستلمها في لبنان وهكذا أعتقد هذا الموضوع موضوع مهم جدا ويقطع الوسائل ويقطع سبل الوصول والتواصل مع العصابات الدولية هناك إجراءات كثيرة في وزارة الداخلية تجاه موضوع مكافحة المخدرات إذا عندنا مجال وقت يعني نتكلم عن بعضها أو أهمها أو أهمها أهم قضية اليوم جانب العرض والطلب الطلب هو من قبل الجمهور والآن يجري العمل بشكل حثيث جدا من خلال إنشاء لجنة متخصصة إعلامية بالتعاون مع وسائل الإعلام والجانب العرض هو مكافحة إصابات تجارة المخدرات خلال فترة وجيزة وتحديدا منذ بداية العام ولحد الآن كانت الأرقام تشير إلى أرقام كبيرة جدا في مجال القائل قبض على المتهمين وفي مجال ضبط كميات كبيرة من المخدرات في الجانبين مروجين أو متعاطي كميات الكبيرة في المروجين أو المتعاطي لا في الجانب المهربين والمروجين لهذه المواد من ناحية نوعية كانت العمليات وكانت الاستهدافات هو لكبار شبكات تهريب المخدرات ولهذا نسمع بين الحين والآخر عمليات مصادمات مسلحة بين كبار تجار المخدرات وأكيد المروج البسيط أو الكذا ما عنده إمكانية لأن يتصادم مع القوات الأمنية هذا مؤشر يدل على أنه بدت القوات الأمنية تصل إلى كبار عصابات المخدرات وفعلا مسكت الكثير وقتلت الكثير وهذا يعني كثير من الإجراءات أعتقد هذه الإجراءات راح تحد كثيرا وتحاصر قطر المخدرات بعد أن استفحل بشكل كبير جدا وهذا الاعتقاد هو جازم وأكاد أقوله بضرس قاطع وهذا الجزم هو مبني على جملة من المعطيات والمعلومات أحد هذه المعطيات هو تصاعد أسعار المخدرات في السوق السري لبيع المخدرات وتناقصها وشحتها بشكل كبير جدا في الأسواق وهذا طبعا أكيد مؤشر على مدى الجدية ومدى الإجراءات الكثيرة التي في وزارة الداخلية التي حاصرت قضية المخدرات طيب إذ ما تحدثنا عن قاعدة بيانات أكيد الآن ربما وزارة الداخلية تمتلك قاعدة بيانات بأكثر المناطق داخل بغداد رواجا لهذا الموضوع أو أكثر المحافظات أيضا رواجا بهذا الموضوع يعني هناك بحث علمي اليوم وزارة الداخلية تتبع الأسلوب العلمي في قضية البحث والتقصي يعني في بغداد جانب الرصافة أكثر في جانب الكرخ وترجع إلى معطيات وأسباب كثيرة يعني في تحليلات الدراسة أشارت إلى أنه قضية المخدرات هي قضية تاريخية كانت موجودة في بعض مناطق بغداد منذ فترة طويلة كانت تعرف بالحبوب وغيرها من المؤثرات العقلية الآن دخلة الكريستال ودخلة الحشيشة وأيضا مناطق المحاذية للحدود كمحافظة ميسان البصرة محافظة الأنبار أيضا فيها نسبة عالية من قضية الاتجار في المخدرات طيب سيادة اللواء بين مدة وأخرى نرى أن أجهزة وزارة الداخلية تشتبك باعصابات تجارة المخدرات وبعض الأحيان اشتباكات عنيفة حتى نشهداء بهذا الإطار هل هذا يعني أن تجار المخدرات هم بنفس الوقت تجار أسلحة؟ عدكم معلومات عن هذا الموضوع؟ طبعا هناك تجار للمخدرات حتى منذ قبل 2003 كان هم مختصين في قضية المخدرات وإلهم ميليشياتهم وإلهم عناصر مسلحة ومدربة بشكل احترافي لدرجة أنه كانت في المصادمات الأولى أعطت قواتنا الأمنية خسار وشهداء لكن بعد الترتيبات التي وضعت والاستحضارات الكثيرة والتي وضعتها وزارة الداخلية بدأت مصادماتنا تكون لها انتصار كبير لقواتنا الأمنية دون أن تعطي خسار وهكذا كثير من العصابات جرى الوصول إليها في مناطق مختلفة سواء صحراوية أو مناطق أهوار أو كل البيئات طيب الرقابة الاستخباراتية أيضا دور المواطنين ما هو دور المواطنين في التنصيق بينها وبينكم في ملاحقة المهربين من المخدرات؟ يعني اليوم دور المواطن دور كبير جدا في جانبين الجانب الأول هو تقديم المعلومات من خلال علمهم بقضاية خص المخدرات شخص متعاطي شخص حتى لو كان مدمن هو أكيد لما يبلغ هو في مصلحة هذا الشخص إضافة إلى إحساس المواطنين الآن بخطر المخدرات جعلهم يتعاونون مع الشرطة لأن هذا الخطر هو يستهدف العوائل في بيوتهم ولهذا هذا جانب الجانب الثاني هو تحصين أبنائنا في عوائلنا الكريمة كل شخص يراقب أبنائنا يراقب جيرانا وهكذا كل قوى المجتمع اليوم وزارة الداخلية وضعت إيدها بقوى المجتمع المختلفة سواء من خلال مديرية شؤون العشائر مع رجال الشيوخ ووجهها العشائر أو مع رجال الدين أو مع منظمات المجتمع المدني مع أجهزة الإعلام لهم أيضا صوت مسموع وهكذا كل قوى المجتمع عليها واجب اليوم وعليها مسؤولية كبيرة تجاه تحصين المجتمع من خطر الوقوع والانزلاق في خطر المخدرات اللواء خالد محنى المتحدث رسمي من وزارة الداخلية شارفت نسيات اللواء شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا